مشاهدين الكرام مثل ما تتابعون نحن أيضا نتابع باهتمام كبير عن الحرض الكونية الكبرى مع فيروس كارونا الآن دخلنا في مرحلة مهمة جدا الأخبار مطمئنة ومبشرة بالخير أنه الآن عدد الإصابات دا يتراجع ودا يتنازل وهذا أمر مفرح هذا يعني أنه الكوادر الطبية وقواتنا الأمنية البطلة تمارس دورا مهما في هذه الحرب وكذلك نقدم شكرنا وتقديرنا إلى أهلنا وإلى شبابنا وإلى عوائلنا وندعو إلى المزيد من الالتزام بما تبقى من الوقت حتى نستطيع أن نحقق النصر النهاي على هذا الوباء لأننا الآن في مرحلة اختبار حقيقي والكل كان يراهن أن العراق ستكون بؤرة وأن العراق سيكون كذا وأن الإصابات ونقص الأموال والكوادر لكنه مثل ما أنا دائما أقول العراقيين ببكت المحنة والله يقص من ذرعانة لأن العراق معزب والعراقي قدر التحدي وفيته وكفيته أيها العراقيون لكن أقول لا نفرط بالتفاعل نحن إن شاء الله في مراحل انفراج العزبة الآن في كل العالم هي في تراجع كبير اليوم عندنا 34 البارحة عندنا كاننا 30 باتر ريد نسمح من 20 عشرة الديوانية إن شاء الله ما بيها الموصل ما بيها الأنبار ما بيها يعني هلا هلا بالهمة إن شاء الله ما ظل شي وشفتوا هذا الدرس إش قد كان مهم وإش قد اتعلمنا منه وإش قد أكو آخرين كان يجب أن يتعلمون لكن دائما نقول الأستاذ الحقيقي في كل محنة وفي كل مواجهة هم العراقيون والعراقيات وشبابنا وأولادنا واليوم الصحة بكل كوادرها استنفرت أطباء طبيبات إداريين ممرضات كل الصنوف والله كانوا أبطال ونسب الشفاء اليوم بالعراق أيضا نسب عالية ومطمئنة صحيح خسرنا أعداد لا نقول عنها قليلة ولكنه لا اعتراض على أمر الله ولكن نجحتم في هذه المواجهة مثل ما نجحتم في كل المواجهات وقدمتم عفوا نموذجا إلى العالم يحتذا به في زمن العوز وفي زمن غياب الدولة وفي زمن ضياع الأموال هذا مؤشر خلي أقول مبروك بقدما بس أدعو من جديد أنه ما تبقى من شوط المنازلة شوية بعدنا خلينا نلتزم أكثر كل ما نلتزم أكثر كل ما نرجع بلمتنا ذيك الحلوة وخبزتنا الحلوة وأهننا وجيرائنا واخوتنا وعوائننا ليش العراق الوحيد يشعر بالغربة؟ لأن إحنا أدنا أدنا خصوصيات من نطلع ما نلقاها بره شوف العراقي منطلع أخذ مطعمه وياه وأخذ حلاقة وياه وأخذ ملابسه وياه وأخذ حب الوطن وياه ليش لأنه اجتماعي فإن شاء الله ما ما ظل شيء درميzusكوه